وصف زيارة رئيس قليم كردستان مسرور البارزان إلى بغداد بأهم زيارات التفاوضية التقى فيها رئاسات الأربعة والهدف حل جميع الخلافات وفق الدستور واستعادة الثقة والتعاون ومواجهة التحديات على الصعود كافة هذه المفاوضات في وجه عظامتها حاليا في هذا الشهر والشهر القادم حتى يتم الموافقة أو التصويت على الميزانية عام 2023 في البرلمان العراقي قضايا الطاقة والأمن والميزانية أهم الملفات على المستوى الوطني التي كانت عصية على التفاهمات لسنوات عديدة ترغب حكومة الإقليم بحلها في إطار اتفاق الكتل السياسية وبما تضمنه المنهاج الوزاري لحكومة السودان طبعا المباحثات بين الأقليم والمركز صار لفترة طويلة نشوف هناك جدية في المباحثات الجارية حاليا خصوصا بعد تشكيل حكومة السوداني واتفاق على منهاج وزاري وعلى ضوء هذا المنهاج يتم تنفيذ الفقرات المنهاج لتخص المادة 140 وميزانية الأقليم زيارة هي الأولى خلال هذا العام لها دلالات وأبعاد خاصة فالعلاقة بين المركز والإقليم اتسمت بمسارات التصعيد والتهدية لتأتي هذه الزيارة بدفعة قوية لتصفير جميع النقاط الخلافية برؤيتين وطموح مشتركين بحثا عن نبض جديد لأزمات المز من البارزاني في بغداد لتصحيح المسار وتوفير أرضية مشتركة بحل جميع الخلافات العالقة على أسس عادلة بين الطرفين بشير الحزان قناة الفلوجة أربيد